الكوموس الجليل أبونا تدرسي عقوب ملطي حينما تحدث في قداس عيد الغطاس الماضي بعد انتهاء القداس تحدث عن اللغة القبطية وأن ما يتناوله شمامسة الكنيسة وخورص الشمامسة في كراءة أو تلاوة الحان الكنيسة باللغة القبطية هل هذا أمر جيد إذا كانوا يتلو لغة لا يفهموا معناها أم الأفضل أن يتلو بلغة يفهموها حتى يصلوا بقلبهم إلى الله وليس بلسنه وللأسف قبل هذا التصريح هذه الكلمة طيبة البسيطة بتعند شديد جدا من قبل مدعيين حماية الإيمان للأسف كنا نبهنا كثيرا من أفكارهم الغير مستقيمة خلال الفترة الماضية وأنهما بينتهكوا كتسية ومكانة رجال كثيرة في الكنيسة القبطية سواء من رحلوا أو من هم على قيد الحياة الآن حتى للأسف طال هذا الاهتهام وهذه التعديات رأس الكنيسة ورعيها الأول أو البابة والروث الثاني ولكن للأسف حزني جدا ما نشر عن أبونا تدرس يعقوب ملطي فقمت بالتواصل معاه أرسط لي رسالة مختصرة جدا على الفايبر لأنه الآن مكيم في الأسكندرية وكانت هذه الرسالة لها مردود سريع في خلال دقائق لأيت أبونا تدرس بيتصل بي ومكالمة الحية كانت مباركة ومطولة ربما سأذكر لحضراتكم مكتطفات من هذه المدخلة التي تخص الرأي العام أو السادة المشاهدين بجانب أن أبونا تدرس يعقوب ملطي بيقدم برنامج دوري منتظم معنا في قناة الحرية اسألوا مرشديكم بيتقدم كل جمعة والله أعادة أعتقد كل اتنين كل اتنين يعني هو التوقيتات وممكن تعرض على صفحة القناة على السوشيل ميديا وهو قال لي أنه في خلال هذا البرنامج في حلقة النهاردة بتاعت الجمعة هيتحدث عن رأيه بشكل أوضح الخاص باللغة الإبطية أو الألحان التي لا يفهمها البعض وأن أنت لو موجود في مصر بتكلم بالعربي عشان أنت بتفهم عربي لو بتكلم في أمريكا أو بتصلي في أمريكا فأنت بتتكلم باللغة الإنجليزية عشان أنت بتفهم إنجليزي يعني على حسب الدولة اللي أنت فيها الأفضل ليك من وجهة نظر أبونا التي تحترم أن أنت تصلي باللغة التي تفهمها حتى تتحدث إلى الله تصلي إلى الله بقلبك وليس بلسانك عموما جاء رد أبونا تدرس في سبع نقاط أولا هو مسامح جدا وغافر جدا لكل من أسائي ليه بشكل عمد أو غير يعني بشكل مباشر أو بغير مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب كلماته الأخياء أيضا يرفض فكرة المنظرة أنه في ناس يعني أقحاموا أبونا في منظرة أن هم يخشوا معاه في نقطة اللغة الكبتية والألحان الكبتية ومش أعرف إيه وإن هو صح أو غلط فهو رافض فكرة المنظرة لأن ده هيحدث حالة من إنشقاك في البايع المقدسة أيضا تحدث أبونا عن روح الكلمة وليس حرفية الكلمة حيث أوضح أن الإنسان يجب أن يتكلم مع الله بقلبه وليس بلسانه وما ضرورة أن يردد لغة لا يفهم معناها حتى تتحول عبته لممارسة وليست صلاة أيضا أبونا تدرس أظهر أن متبنيين فكرة الالتزام بالألحان واللغة الكبتية كفرد وليس كاختيار للشخص الذي يفهم لغة الكبتية أن يتلوها أو لا يفهمها فلا يتلوها يليت له اللغة التي يفهمها هذا فكر للأسف قديم وكان منذ سنوات طويلة جدا ليس فكرة يعني حديث فكرة الفرد للغة الكبتية في الألحان وصارت لي قصة الحقيقة محزنة شوية عن بعض الأباء اللي كانوا ملزمين لفرد اللغة الكبتية حتى لأفراد أو لشمامسة أو لأطفال لا يفهموا معناها نهائي وأن هذا الأمر يجب أن يصحح خمسا أبونا تدرس تحدث عن أهمية الكرازة وأنها أولى اهتمامات الكنيسة بالخارج وبالتالي إذا قدم لكنيساتنا شخص أمريكي يعني مثلا إحنا في أمريكا وأبونا تدرس كان بيقدم هنا في أمريكا لفترة طويلة إذا قدم شخص لأمريكا الكنيسة الكبتية في أمريكا أمريكي جنسية بتحدث اللغة الإنجليزية وسامع الألحانة الكبتية أو اللغة الكبتية أو اللغة العربية حتى أثناء الكدس ما هو الذي يستفاده؟ يعني إحنا بنكرز فإحنا عشان نكرز لازم نكرز باللغة الآخر عشان الكرازة بتاعتنا توصل لهم ويفهموها فيأمنوا أو لا يأمنوا أمر يعني يترك له لكن يجب أن يقدم للأشخاص الغير مفهمين أو غير متعلمين أو غير داركين للغتنا لغتهم حتى يتم من خلالها الكراز أيضا تحدث أبونا عن عمل الله حتى إذا رغب في تحضير عزة هو تحدث معي عن قصة أنه هو في مرة كان بيحضر عزة وتحدث عن عزة أخرى وده أثر في خلاص أحد الأفراد جاء له بعد كده وقال له أن هذه العزة الذي تحدث فيها جاءت له بالخلاص النفسي أو يعني بتغيير مجرح حياته إلى شكل آخر كربوا من الله فحاس أن الله هو الذي يدبر شؤون العزة والوعز هو كان محضر حاجة وقال حاجة تانية بس الحاجة تانية دي تقدت إلى خلاص شخص ما سابعا وأخيرا أبونا تدرس بيطلب منه جميع سواء الذين يوافقونه في الرأي أو المخالفين الرأي أن يصلوا له لأن الحقيقة هو مطعب ومريض وطبعا أمر إنساني جدا وإيماني جدا أن أصلي من الجميع وكأحد أعمدة الكنيسة وأحد أرخنة الكنيسة وأحد معلمين الكنيسة الكبار زي أبونا تدرس يعقوب ملتي الذي تعلمنا على يديه وعلى عزاته وعلى تأملاته وعلى كتبه لسنوات طويلة كان أحد المعاصرين لابونا بشوي كامل وأيضا خدم معه وأيضا معاصر لابونا لؤا سيدروس سيدروس الذي تنيح منذ فترة قريبة فقديس كبير ومعاصر يجب أن نعطي له تقديرا واحتراما ومكانا طليل بقمته الروحية الكبيرة